تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتكاب مجازر في المستشفيات بقطاع غزة وعلى مدار 200 يوم من الحرب يتم الكشف هوميا عن العديد من المقابر الجماعية لضحايا مدنيين فلسطينيين أبرياء وللمزيد مع زميل مصطفى ميزار أهلا بكم 100 يوم مرت على بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة 100 يوم لم يتوقف فيها جيش الاحتلال عن خرق المواثيق والاتفاقات الدولية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية يندى له الجبيل في 7 أكتوبر من عام 2023 بدأ التصعيد الإسرائيلي ولم تخفي سلطات الاحتلال منذ ذلك الحين نيتها وراء هذا العدوان عبر تفريغ القطاع مرحليا من سكانه وتهجيرهم جرائم الاحتلال والتي كان العالم شاهدا عليها تسببت في استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وإصابة نحو 80 ألف آخرين في حصيلة غير نهائية لكنها تعبر وبيضوح عن حجم العدوان الذي شاهده الشعب الفلسطيني الأعزل جيش الاحتلال تعمد خلال عدوانه ارتكاب مجازر في المستشفيات من أبرزها مجمع الشفاء ومجمع ناصر ومستشفى المعمداني والرانتيسي وغيرها فحاصر وقتل واعتقل الكوادر الطبية والمرضى والنازحين ويوما بعد يوم تكشفت العديد من المقابر الجماعية لضحايا مدنيين فلسطينيين أبرياء قتلهم جيش الاحتلال بأبشع الطرق جرائم الاحتلال لم تتوقف عند القتل والتنكيل فقط بل شهدت أيضا عدوانا من نوع آخر تمثل في فرض حصار على كل المنافذ للتسبب في خلق مجاعة أصفرت عن استشهاد الكثير من الأطفال بسبب الجوع لم يجد العالم وفي مقدمته مصر بدا من إسقاط المساعدات الإنسانية على شمال القطاع عبر تحالف مصري عربي أمريكي أوروبي وذلك بالتزامن مع إنشاء ممر بحري من كبرص كإحدى الآليات لدخول المساعدات العاجلة بدعم أمريكي أوروبي رغم السردية التي روج لها جيش الاحتلال على مر السنوات بقوته التي لا تقهر إلا أن المقومة الفلسطينية كبدته خسائر فادحة فهو لم يحقق نصرا عسكريا حتى الآن كما أنه وبمرور الوقت توالت عمليات سحب فرق عسكرية تلو الأخرى من القطاع بسبب ما تواجهه ليضطر مؤخرا لسحب جميع قواته البرية وألياته العسكرية من الجنوب فداحة العدوان الغاشم وانقلاب الرأي العام العالمي ضد إسرائيل مع تكشف جرائمها قاد سلطة الاحتلال لتقف وذلك في قفص الاتهام للمرة الأولى في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية بدعوة قدمتها جنوب إفريقيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية خطوة جنوب إفريقيا الشجاعة تبعتها شهدات لنحو 52 دولة عضو بالأمم المتحدة وعلى رأسها مصر للدفع بعدم شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية لتصدر المحكمة أمرا لسلطات الاحتلال بمنع الإبادة الجماعية حظيت في تلك الأثناء تل أبيب بدعم غير محدود ومشروط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والتي عرقلت مرارا بالفيتو في مجلس الأمن الدولي قرارات للوقف الفوري لإطلاق النار ولكن بسبب الضغوط الدولية والشعبية المتزايدة امتنعت واشنطن عن التصويت في إحدى الجلسات ليخرج قرار من المجلس غير ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار مصر كعادتها كانت حاضرة وبقوة خلال كل هذه التطورات التي حذرت من تبعاتها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي ووقفت إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين دبلوماسيا وعمليا بحج المساعدات عبر معبر رفع وممارسة الضغوط للسماح بإنفادها صغت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفا ثابتا عبر مراحل الأزمة تمثل في الدعوة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر فضلا عن الرفض التام لتهجير الفلسطينيين والذي يعني تصفية القضية المركزية في الأجندة العربية كما أنها وفي قمة القاهرة للسلام عرضت للرأي العام العالمي حقيقة ما يحدث من عدوان غاشم على الفلسطينيين وأكدت أنه لا سبيل للتهدئة إلا بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية هي إذن مئتا يوم انقضت وشهدت الكثير من المعاناة والقرائم التي لم تتوقف ولا تنتهي في حق الفلسطينيين وخلال كل تلك الفترة كانت مصر دائما في كل وقت أكبر وأهم داعم للشعب الفلسطيني والمدافع الأول عن كافة حقوقه